ترجمة نانسي قنقر في تطوير العمل الحكومي على أسس من الجودة والإبداع والابتكار جاء ذلك لدى استقبال سعادة وزير الأعلام منتسبية الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية حيث أعرب عن فخره واعتزازه بالطاقات الواعدة التي أثبتت جدارتها في مختلف المجالات بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأشار وزير الإعلام لهمية استفادة منتسب برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية من الفرص والبرامج التدريبية العملية المقدمة لهم والتي تسهم في رفع مهاراتهم وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم العملية والإنتاجية في بيئة حاضنة للبحوث والتطوير والابتكار منويا بما حققه البرنامج من نجاحات متميزة خلال الدفعات الست الماضية في تأصيل التميز والإبداع في الأداء الحكومي من جانبهم أعرب منتسب الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم لسعادة وزير الإعلام على حسن استقباله لهم وإطلاعهم على سير العمل داخل وزارة شؤون الإعلام وما تشهده من تطورات إدارية ومهنية وتقنية وتحفيزهم على مزيد من الإبداع والمشاركة بكفاءة ومسؤولية وإيجابية في تطوير الخدمات الحكومية وخدمة الوطني والمواطني اشتركوا في القناة